طيب هو بصراحة انا مكنتش ناوي اصور الفيديو ده بس ببقى ان انتو اللي طلبتوه فانا ما بقدرش ارفضلكو طلب بصراحة فالنهاردة هنعمل مقارنة بين ريدمي 90 والبوكو امي سري ويا سيدي لو انت اشتريت البوكو امي سري فما تزعلش لان الفرق بينهم مش كبير يعني فأسلا وكنت قلت تعليق في المقدمة وخلدينا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول ازاي وكم عاملين ايه معاكم حمول دابيل في فيديو جديد وفي الفيديو ده وزي ما انتو شفت من المقدمة كده احنا هنعمل مقارنة بين البوكو امي سري والريدمي 90 بشيء من التفصيل كده عشان تبقى فاهم وانتو رايح تشتري تشتري ده ولا ده وليه بس في الاول كده خلينا اقولك ان يوم السابت جاي اللي هو يوم ستة فبراير الساعة سبعة هيكون في بس مباشر او حفل الاطلاق بتاع الجهاز ده وهيقوله اسعاره وامتى هتقدر تشتريه وازاي تحجزه بالهداف بس ده مش موضوعنا انا من النهاردة جاي اكلمك عن الفرق بين الجهزين ففي الاول كده عاوسك نزل تعمل تلايك الفيديو ده واتتباعينا على انستجرام انا مش عاوز منك غير اللايك وان انت تتباعين على انستجرام عشان انا خمسمية وتلاتين واحد هناك وهنا واحد وتلاتينألف فأروح عمل لي ياباش افولوا على انستجرام بما اني وأقدرتك وسمعت كلامك وعملت ترك الفيديو اللي انت عاوزه فتابعينا بقى على انستجرام عشان نتكلم هناك اكتر وانت تجدني ان ند و دي كلها اختلافات ووجهات نظر وكل واحد بيحب التصميم اللي يعجبه أما بالنسبة للخامات المستخدمة فالاتنين جايين بنفس الخامة من البلاستيك مع إطار أو فريم من البلاستيك برضو وجايين بنفس الفتحات بالزبط يعني نفس ما كان البصمة والزراير والمدخل 3.5 ميلي والسماعات والشحن الاتنين يعتبروا فريم واحد مع اختلاف التصميم أو الشكل ده ببساطة الفرق بينهم في الشكل وده ببساطة رأيي في التصميم أما بالنسبة للشاشة فهم هنا واحد بالزبط وكمان الريدمي ناين زيهم عشان لو بتسأل عليه ولو لسه بتفكر تشتريه فالتلاتة بيجوا بشاشة من نوع IPS LCD بجودة Full HD Plus والشاشة دي 60 هرتز عادي مش 90 ولا 120 الحمد لله أصلا اننا بقينا نشوف شاشات Full HD Plus في الفئة السعرية دي اللي هي تحت 3000 جنيه والشاشة دي جاي بحجم 6 و 53 من 100 إنش و جاي بكسافة بيكسلات 395 بيكسل كل إنش وعليهم طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث فهي شاشة كويسة ما عندش معاه أي تعليق غير التعليق اللي قلته في البوكو واللي قلته في ريدمي ناين واللي قلته في فيديو ريدمي ناين تي اللي عملته من يومين إن الشاشة دي أوحش حاجة فيها إن سطوعها قليل بس يعني إنت لو واقف في الشمس وفاتح الجهاز ده هتحس إن انت كنت عاوز الجهاز ده يبقى سطوع عالي درجة أو درقتين كمان غير كده فهي شاشة ممتازة جدا بالسعر اللي الجهاز نازل به أم بقى بالنسبة للمعالج فالجهازين هنا جايين بنفس المعالج هو من سطنا بدرجة 662 معالج 11 نانوميتر والاتنين جايين بنفس مساحة التخزين ونفس الرام 4 جيجا بايت رام من نوع DR4X و 64 جيجا مساحة داخلية من نوع S2.1 و 128 جيجا مساحة داخلية من نوع S2.2 والاتنين جايين بنفس المساحة وبنفس النوع وبنفس نوع الرامات ما يختلفوش أي حاجة في الأداء مع اختلاف حاجة بسيطة كده إن ده جاي بواجهة بوكو اللي هي شبيهة لواجهة شاومي بس متعدلة شوية والريدمي 9T جاي بواجهة شاومي عادي فتاكن كل كل كلامي عن المعالج أنا مش جاي اتكلم عن هو قوي ولا لأ أنا جاي اقولك إن الاتنين بيجوا بنفس المعالج والاتنين هيدوك نفس الأداء أم بقى بالنسبة للكاميرات الاتنين جايين بنفس الكاميرا التمامية اللي هي 8 ميجا بيكسل وجايين بنفس الكاميرا الأساسية الخلفية 48 ميجا بيكسل بس الاختلاف هنا بقى وهنا ظهر أول اختلاف إن الريدمي 9T جاي بكاميرا ألترا ويد 8 ميجا بيكسل أما البوكو ام سري ما بيجيش بكاميرا ألترا ويد أصلاً والجهازين جايين بالكاميرتين المعتادين الاتنين ميجا بيكسل واحدة للعزل والتانية للمقروف فالجهازين هنا ما بيختلفوش حاجة في الكاميرات غير كاميرا الألترا ويد بس ودي إضافة حلوة للريدمي 9T بس مش حاجة تخليك تبيع البوكو أو ما تجيبش البوكو لو انت مرتاح لشكله علشان الكاميرا دي يعني أنا نفسي معاها كاميرا ألترا ويد هنا وما بس تعملهاش فهي بتبقى أزواء لو انت بتحتاج الكاميرا دي فهات الريدمي 9T مش محتاج الكاميرا دي فهوفر المية أو متين جنيه اللي هيبقوا فارق بين الريدمي 9T والبوكو ام سري وهات البوكو ام سري ده ملخص الكاميرات من أبو آخر مش هيفرق معاك حاجة اللي اتنين هيديك نفس الأداء مع اختلاف الكاميرا الزيادة هنا بس الجاهزين جايين بنفس البصمة وجاي بنفس المكان في زرارة الباور وجايين بمدخل ثلاثة ونص ميلي وآي ار بلاستر وسود ستيريو بس الاختلاف هنا ان البوكو ام سري ما بيجيش بن اف سي وريدمي 9T جاي بن اف سي ودي برضو حاجة تميزه عن البوكو ام سري لو انت واحد بتستخدم ان اف سي كتير او محتاج الخاصية دي فريدمي 9T هيبقى احسن لك بكتير اما بقى بالنسبة للبطارية فالتنين جاي بنفس البطارية الستلاف ميلي امبير اللي بتدعى مش تيحن السريع 18 واط اه هو ما يعتبرش سريع قوي على البطارية دي بس هقولك على حاجة احنا بنشوف كوارث من شركات تانية في فئة السعرية دي في المواصفات المباريات اللي بتنزل فيها فا احمد ربنا عم نعمل لشاومي بتقدمها لك علشان لو ما خنتش الاجهزة دي موجودة كنت زمانك بتشتري من الكوارث اللي بقولك عليها دي دي كانت الاختلافات بين البيض من 9T والبوكو ام سري الان اف سي وكاميرا الالترا وايب بس الجهاز ده سعره هينزل غالي 120 جنيه عن البوكو ام سري يعني البوكو ام سري سعره 1600 جليل نسخة صغيرة و2800 جليل نسخة كبيرة ده ممكن يبقى 2700 2900 او 3000 وفي الحدود دي هيبقى الجهاز كويس برضو بيقدم قيمة مقابل السعر مفيش جهاز بفاقة السعرية دي بيتضيق الخلطة دي كلها بالسعر ده فملخص كلامي انت لو اشتريت البوكو ام سري ما تزعلش الفارق بينهم مش كبير ما اشتريتش فزود المية جنيه او المية وخمسين جنيه اللي يبقى فارق بين الجهازين اتمنى انه يبقوا كده لان لو شاومي رفعت سعر الجهاز ده تقريبا الجهاز ده مش هيبيع لان البوكو ام سري مش هيفرق حاجة فلو السعر مية وخمسين جنيه فاتفعهم بقى واخد كاميرا الالترا وايد والان افسي ويبقى انت معاك جهاز متكامل مش نقصوا اي حاجة بدل ما توفر مية وخمسين جنيه كده كده هيصرف في اي حاجة وتفقد المستين دول دولة والمستين دول فارقين معاك مش فارقين معاك يا باشا فالمية وخمسين جنيه في جيبك وروح اشتري البوكو ام سري ستبقى تعمل لايك للفيديو ده واتبعينا على حسابي على الانستجرام زي ما قلتلكم عشان عايزين نوصل مثلا الف متابع على الفيديو الجاي ويبس جدا تتاكيك كل حاجة فيديو بتاع النهاردة اشتركوا فيديو جديد يال اشتركوا في القناة